النهاردة الاتحاد الافريقي خد مجموعة من القرارات للتعديلات على لايحة النظام الاساسي انا عارف التفاصيل تي بتبقى معقدة شوية وانا هحاول بسطها لجماهرنا في كل مكان انت عندك مثلا اللي هيترشح على رئيس الاتحاد الافريقي او عضو مكتب تنفيذي للكاف او للفيفا سنه ما يتخطاش السبعين سنة وقت ما يجي يقدم او رأى ترشحه طيب الموضوع ده كان هيعمل مشكلة او تبقى للواح دي ما كانش هينفعل مهندس هنا بريدة يترشح في دورة جديدة فتم تعديل هذه البنود النهاردة والموضوع كان من بدر اتكلمنا فيه قبل كده وكتبنا ونشرنا وشرحنا تفاصيله فالنهاردة حصل تعديل اي حد سنه ما عدد السبعين سنة يقدم ما عندوش اي مشكلة اول امر ده ينطبق بس على مهندس هنا بريدة لانه كان سنه خلاص عدد السبعين هو حالين واحد وسبعين سنة فيقدر في مارس اللي جاي في الانتخابات اللي هتوقت في القاهرة يقدم او رأى ترشحه ايا كان ايه سواء فيفا كاف رئيس الاتحاد افريقي ايا كان هو هياخد الترشح ازاي وهيقرر وقتها الامور ازاي بس طبعا التوقيت اللي هيقدم فيه قبل يوم اتناشر نوفمبر يعني قبل اتناشر حداشر هنعرف موقف المهندس هنا بريدة هيرشح نفسه رئيس الاتحاد افريقي ولا هيكتفي بالدورة جديدة في منصبه كعود لجنة تنفيذية في الفيفا ولا هيبقى ليه رؤية غير كده لان ما خلاص يعني ما اشمعه لها ينزل للدرجة التالتة ويقدم كعود لجنة تنفيذية كاف اكيد ده درجة اقل بكتير من درجة رئيس الاتحاد افريقي او لجنة تنفيذية فيفا كمان اتلغى بند اللغة كان دايما اللي بيترشح للفيفا بيبقى من ست مناطق الناطقين باللغة العربية والبرتغالية والاسبانية الناطقين باللغة الانجليزية الناطقين باللغة الفرنسية ومقعد للمرأة كل دا تلغى ست مقاعد للفيفا من الكرة الافريقية ومن الاتحاد الافريقي في اربعة وخمسين دولة الستة من الجنوب الستة من الشمال بقت مفتوحة على مصرعي الجزائي اللي عايز اختم بيها الحتة دي ولسه طبعا محدش لسه عارف موقف باترس متسب ايه هل عايز يترشح ولا مش هيترشح بس لو باترس متسب يترشح هتبقى معرقة انتخابية مش سهلة هل مهان سنة بريدة هيترشح ضده لو متسب يترشح ولا هالمهان سنة بريدة هيكتفي بعضوية لجنة تنفيذية فيفا لكن الجزائي اللي عايز اختم بيها ودي يمكن الناس ممكن تسمحها لأول مرة وده اندل على شيء بيدل على قوة اكيد المهاندس سنة بريدة في الاتحاد الافريق والاتحاد الدولي هل تتخيل ان هذه الدورة كانت الدورة الاخيرة للمهاندس سنة بريدة اللولة ان حصل تعديل على اللايحة مش النهاردة بس ده النهاردة والسنة اللي فاتت فيه ابيتجان انت تعرفوا ان اللايحة دي في ظرف سنة ونص اتغير فيها تلت بنود حسموا مسألة الترشح يعني فكرة التلت دورات انتخابية كانت تنطبق على مهاندس سنة بريدة اتغيرت في كونجرس ابيتجان العام الماضي وبدأ مش بعصر راجعي يتنفذ التلت دورات من 20-23 وبالتالي يقدر ينزل 12 سنة جايين فبالتالي لو البند ده ما كانش يتعدل ما كانش هيقدر ينزل فده واحد بند السن السبعين سنة لو ما كانش يتعدل ما كانش هينفع ينزل فاتلغى فقادي تاني بند البند التالت في موضوع اللغة لان بالتأكيد هيبقى فيه منافسة وفيه ناس بتفكر ممكن تترشح على عضوية الفيفا فانت بتتكلم تلت بنود في لايحة النظام الاساسي اتغيروا في سنة ونص وكانت النتيجة في النهاية عشان تساعد استمراري المهندس هنا يا بريدة كأقدم عضو في الاتحاد الدولي وده يندل على شيء بيدل على مدى العلاقات القوية العلاقات الممتازة سواء مع الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي لان كمان التعزيلات هي بتم وانت داخل على انتخابات بعد 4-5 شهور وده امر مستهن امر صعب والنهاردة شفنا حتى اعتراض من مسؤول في الاتحاد الناجيري مسؤول في اتحاد الجزر القمر او اتحاد الناجير اعتقد يعني لو يعني مش فاكر بالظبط كان مين بس حصل اعتراض من عضوين في الجماعية العمومية في توقيت تعديلات الليحة قالوا مفروض ده كان يتم من فترة ولكن ده ما حصلش وبالتالي ده اندل على شيء بتدول على مدى قوة العضو المصري هاني ابريدة داخل اتحاد الافريقي والاتحاد الدول ان البنودي تتعدل في اللحظات دي قبل انتخابات مارس 20-25 تفاصيل اكيد هيبقى اكتر في الفترة اللي جاية وانقول كواليز ومن اللي هيترشح الفترة جاية ولكن لو كل حادث الحديث على مارس 20-25 ومع غالق باب الترشح في شهر نوفمبر 12 نوفمبر المقبل باذن الله